لقطة أخرى أذكر بها باقر الإيرواني الذي يحدثنا عن هذه الحوزة القذرة ومن أن الدين باق ببقائها ببقاء قذارتها أنا أسأله أسأل باقر الإيرواني لو كان عندك حفيدة رضيعة ودخلت فوجدت أن رجلا يفخذها فماذا يكون موقفك وكان هذا الرجل متدينا موثوقا عندك قد عقد عليها بموافقة أبيها عقد على هذه الرضيعة فأنت جدها بحسب المثال الذي افتردته إنها حفيدتك وهذا الرجل المتدين قد عقد عليها عقد زواج بموافقة أبيها ووجدته يفخذها وهي رضيعة فإنك لا تستطيع أن تعترض عليه لأن مراجع الشيعة وأنت أيضا لن تستطيع أن تخالف هذه الفتوى قد لا تصرح بها بلسانك لكنك مقتنع بالأدلة لأن الأدلة التي يطرحها مراجع الشيعة في مسألة تفخيذ الرضيعة هي وفقا لمنهج الاستنباط الطوسي ولا يستطيع أحد منهم أن يخالفها لذا فإنهم جميعا يقولون بجواز تفخيذ الرضيعة صحيح شاع في الإعلام أن الخمينية أفتى بهذه الفتوى وفتوى الخميني كانت موافقة لفتوى أبي الحسن الإصفهاني لأن الرسالة العملية للخميني التي هي تحرير الوسيلة هي في الأصل وسيلة النجاة الرسالة العملية لأبي الحسن الإصفهاني فهو يوافقه في الرأي في مسألة التفخيذ بالرضيعة الشيرازيون هم الذين أشاعوا هذه الفتوى الخمينية في وسائل الإعلام بحكم عدائهم للخميني لكن محمد الشيرازي يقول أيضا بجواز تفخيذ الرضيعة كبقية مراجع الشيعة سأقرأ عليكم من الجزء الخامس عشر ومن الصفحة الثلاثين بعد المائتين وما بعدها من كتاب العروة الوثقى مع الحواشي العروة الوثقى والتعليقات عليها مؤسسة السبطين العالمية إنها الطبعة الأولى ألف أربعمية واثنين وثلاثين هجري قمري قموا المقدسة هذه المسألة المسألة الأولى في هذا الفصل الذي هو في الصفحة الثلاثين بعد المائتين هكذا يقول صاحب العروة إنه كاظم اليزدي لا يجوز وطع الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمة دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطع المملوكة والمحللة كذلك المملوكة التي يمتلكها من الجوار والمحللة التي حلل صاحبها أمرها لشخص آخر هذا في باب الجوار لا وجود له في زماننا الآن وأما الاستمتاع بما عدا الوط بالنسبة لمن هي دون السنة التاسعة وأما الاستمتاع يعني من الرضيعة التي عمرها يوم إلى البنت الصغيرة التي لم تكمل السنة التاسعة وأما الاستمتاع بما عدا الوط من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة هذا النص قرأته كما هو من العروة الوثقة إنها الرسالة العملية لكاظم اليزد أقرأ المسألة أقرأ المسألة مرة أخرى عليكم لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين حرة كانت أو أمى دواما كان النكاح أو متعة بل لا يجوز وطء المملوكة والمحللة كذلك وأما الاستمتاع بما عدا الوط من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة أي حيوان هذا الذي يصدر مثل هذه الفتوى أي خنزير هذا أية شهوة تتحقق عند الرجل مع طفلة حتى لو كانت في التاسعة وليس لو كانت رضيعة أي إنسان هذا أية بهيمة هذا السؤال هل هناك آية الجواب كلا هل هناك رواية عن الأئمة الجواب كلا إنه المنهج الأصولي الناصبي الطوسي القذر هذا هو السبب ليس هناك من دليل أقرأ عليكم أسماء الذين كتبوا حاشية على العروة الوثقى ولم يعلقوا بحرف واحد على هذه الفتوى هذا يعني أنهم يتفقون معه بدرجة كاملة وإلا لو اختلفوا معه لعلقوا حواشية العروة منها كاملة ومنها ليست كاملة فأنا سأقرأ عليكم أسماء الذين كتبوا الحواشية الكاملة لأن بعض الذين كتبوا حاشية لم يعلقوا على كتاب النكاح هناك من كتبوا حاشية كاملة على الكتاب كله وهناك من كتبوا على بعض أجزاء هذا الكتاب وفي الوقت نفسه كتبوا حاشية على كتاب النكاح وهؤلاء بأجمعهم لم يعلقوا بحرف واحد على هذه المسألة يعني أنهم متفقون بالتمام والكمال مع صاحب العروة من النظر واللمس بشهوة بالله عليكم هل هناك من إنسان من إنسان إنسان يمسك برضيعة يتلمسها بشهوة ما هذه الخنزيرية وما هذه البهيمية كلاب ها لا كلاب كلاب بتمام معنى الكلمة إنني سأذكر لكم الأسمة قطعا الإسم الأول صاحب العروة كاظم اليزدي السيد محمد الفيروز آبادي متوفى سنة 1345 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة الميرزا محمد حسين النائيني المرجع المعروف إنه أستاذ الخوئي الميرزا محمد حسين النائيني المتوفى سنة 1355 هجري قمري حاشيته كاملة لم يعلق لا الفيروز آبادي ولا النائين بحرف واحد والبقية كذلك الشيخ عبد الكريم الحائري إنه مؤسس الحوزة العلمية في قم ومن أساتذة الخمين وسائر المراجع في قم الشيخ عبد الكريم الحائري وفاته 1355 هجري قمري حاشيته ليست على كل العروة على بعض منها ولكنه كتب حاشية على باب النكاح ولم يعلق حرفا واحدا على هذه المسألة لأنه يتفق مع كاظم اليزد الشيخ ضياء الدين العراقي وفاته 1361 هجري قمري حاشيته كاملة أستاذ المراجع في النجث ومن أساتذة الخوع السيد أبو الحسن الإصفهاني وفاته 1365 هجري قمري حاشيته كاملة وذكر المسألة في رسالته في رسالته وسيلة النجاة السيد محمد الكهكمري من المراجع المعروفين في إيران من مراجع قم السيد محمد الكهكمري وفاته 1372 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة الوثقة لم يعلق بحرف واحد يتفق مع كاظم اليزدي على النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ مع الرضيع السيد صدر الدين الصدر وفاته 1373 هجري قمري هذا والد موسى الصدر الذي كان في لبنان أساسا كان في العراق هجر إلى قم وتوفي في قم كان من مراجع مدينة قم السيد صدر الدين الصدر حاشيته كاملة ولم يعلق بحرف واحد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وفاته 1373 هجري قمري حاشيته كاملة ولم يعلق بحرف واحد إنه يتفق مع كاظم اليزدي السيد جمال الدين القلب آيقاني وفاته 1377 هجري قمري هذا الذي كان مرشحا من قبل أبي الحسن الإصفهاني أن يكون مرجعا في النجاف لكن محسن الحكيم استطاع أن يمنعه من التصدي للمرجعية بالاعتماد على المجموعة من البلطجية من اللوطيين والقوادين وباعة الخمر في النجاف الذين كان يقودهم محمد رضاء الحكيم ولد محسن الحكيم هذا هو جمال الدين الهاشمي القلبايقاني السيد جمال الدين القلبايقاني وفاته 1377 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة الوثقى لم يعلق بحرف واحد السيد إبراهيم الحسيني الاستهباناتي وفاته 1379 هجري قمري حاشيته كاملة لم يعلق بحرف واحد السيد إحسين الطباطبائي البرجردي إنه المرجع المعروف في مدينة قوم والذي صار مرجعا في إيران بعد وفاة عبد الكريم الحائري الذي مر ذكره قبل قليل السيد حسين الطباطبائي البرجردي هو أستاذ السيستاني وفاته 1380 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة الوثقى ولم يعلق بحرف واحد لأنه يتفق مع كاظم اليزدي على النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ بخصوص الرضيع السيد عبدالهادي الشيرازي من مراجع النجاف السيد عبدالهادي الشيرازي وفاته 1382 واثنين واثمانين هجري قمري حاشيته على العروة كاملة ولم يعلق بحرف واحد على هذه المسألة وله صلة عمومة مع محمد الشيرازي وصادق الشيرازي من مراجع حوزة كربلاء السيد حسن البجونردي من مراجع النجاف وفاته 1395 هجري قمري حاشيته كاملة ولم يعلق بحرف واحد على فتوى كاظم اليزدي السيد عبدالله الشيرازي وفاته 1405 هجري قمري كان كان في النجاف وانتقل إلى مشهد وتوفي في مشهد حاشيته كاملة على العروة ولم يعلق بحرف واحد لأنه يتفق مع كاظم اليزدي بكل الذي يجوز فعله مع الرضيعة السيد كاظم الشريعة مداري وفاته 1406 هجري قمري من مراجع مدينة قم والذي كانت له معارضة سياسية مع الخميني حاشيته كاملة على العروة لم يعلق بحرف واحد على فتوى كاظم اليزدي فيما يرتبط بالممارسات القبيحة مع الرضيعة السيد علي الفاني الاصفهاني وفاته 1409 هجري قمري من علماء النجف وانتقل بعد ذلك إلى مدينة قم وتوفي فيها من مراجع قم حاشيته كاملة على العروة ولم يعلق بحرف واحد لأنه يتفق مع كاظم اليزدي السيد روح الله الموسوي الخميني وفاته 1409 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة الوثقة ولم يعلق بحرفين على هذه المسألة بل هو ذكر المسألة في رسالته العملية أبقى ما أفتى به أبو الحسن الاصفهاني فيما يرتبط بالتفخيذ بخصوص الرضيعة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي أساساً كان في النجف وانتقل إلى قم كان من مراجع قم المعروفين توفي سنة 1411 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة لم يعلق بحرف واحد لأنه يتفق مع كاظم اليزدي السيد أبو القاسم الموسوي الخوعي وفاته 1413 هجري قمري حاشيته كاملة على العروة لم يعلق وله شرح على العروة سأقرأ عليكم منه شيئاً قليلاً فهو يتفق اتفاقاً كاملاً مع صاحب العروة بخصوص الممارسات القبيحة والشاذة التي هي جزء من الشذوذ الجنسي حدثتكم عن هذا الموضوع حينما كنت أحدثكم عن الشذوذ الجنسي المنتشر في المذهب الطوسي القذر اللعين السيد محمد رضا القلب أيقاني الذي كان يقال له زعيم الحوزة العلمية في مدينة قم وفاته ألف أربعمية وأربعطعش هجر قمري حاشيته كاملة على العروة لم يعلق بحرف بال كتب الفتوى أيضاً في رسالته العملية لمقلده السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري وفاته ألف أربعمية وأربعطعش هجري قمري حاشيته كاملة على العروة لم يعلق بحرف واحد فهو يتفق مع كاظم اليزدي ومع سائر المراجع الآخرين الذين تلوت أسماءه الشيخ محمد أمين زين الدين وفاته ألف أربعمية وتسعة عشر هجري قمري من مراجع المدرسة الأخبارية وتراجع شيئاً ما هو من مراجع النجف له حاشية على العروة الوثقة إلى آخر كتاب النكاح فقد علق على مسائل كتاب النكاح ولم يعلق بحرف واحد على هذه المسألة السيد محمد الحسيني الشيرازي إنه المرجع الكربلائي المعروف وفاته ألف أربعمية وثلاث وعشرين هجري قمري له حاشية كاملة على العروة الوثقة لم يعلق بحرف واحد على هذه المسألة فيما يرتبط بالنظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ بالنسبة للرضيعة يتفقون يتفقون على الضلال وعلى القذارة دائما دائما هكذا لكنهم يختلفون حينما يكون الحديث عن مقامات أئمتنا عن منازلهم الغيبية لكنهم يختلفون ويعرضون عن الأحاديث التفسيرية ويكتبون التفاسير بخلاف منهج بيعة الغدير إن كان هو محمد الشرازي أو الذين سبقوا أو الذين يأتون من بعده أو الذين سوف لن أقرأ أسماءهم لأن أسماءهم لم تثبت هنا لكنهم على نفس المنهج على نفس المنهج السيد حسن الطباطبائي القم حاشيته كاملة لم يعلق بحرف على ما جاء في العروة الوثقة ذكرت ولادته الذين على قيد الحياة حينما طبع هذا الكتاب ذكرت سنة ولادته السيد تقي الطباطبائي القم السيد حسن الطباطبائي القم من مراجع مدينة مشهد في إيران السيد تقي الطباطبائي القم من مراجع مدينة قم في إيران وكلا هذين الحاشية عندهما كاملة لم يعلق أي واحد منهما بحرف لأنهما يتفقان مع صاحب العروة في ممارسة تلك الممارسات القبيحة مع الرضيع السيد محمد صادق الحسيني الروحاني الذي ذكرنا فتواه في قضية تجويزه لللواط الصناعي هو أيضا له حاشية كاملة والذي توفي قريبا له حاشية كاملة على العروة لم يعلق بحرف واحد على ما ذكره اليزدي بخصوص الممارسات الشاذة جنسيا مع الرضيع السيد محمد الموسوي مفت الشيعة له حاشية كاملة من مراجع مدينة قوم هو الآخر يفتي بما أفتى به الذين سبقوا الشيخ محمد الفاضل اللنكراني حاشيته كاملة محمد صادق الحسين الروحاني حاشيته كاملة محمد الموسوي مفت الشيعة حاشيته كاملة محمد فاضل اللنكراني حاشيته كاملة باستثناء كتاب الحج فهو قد علق على فتاوى باب النكاح ولم يعلق بحرف واحد بخصوص هذه المسألة هؤلاء جميعا قد تسألون عن السيستاني السيستاني له حاشية على العروة لكنها ليست كاملة إلى آخر كتاب الاعتكاف ليس له من تعليق على باب النكاح الا انه اثبت المسألة في رسالته العملية ساقرأها عليكم من رسالته العملية قلت لكم الجميع الجميع لماذا الجميع لانهم يستندون الى الطريقة والمنهجية الاستنباطية الطوسية الشافعية المعتزلية القذرة هذا نتاج المذهب الطوسي لا علاقة له بدين العترة الطاهرة هذه المسألة اذا اردنا ان نصدر الفتوى بخصوصها علينا ان نرجعها الى قاعدة الاسوة فهل كان اهل البيت يفعلون هذا هل كان اهل البيت يرتضون هذا الجواب كلا وكلا وكلا اذا هذا لا يجوز بحسب قاعدة الاسوة التي هي القاعدة الام في عملية استنباط الاحكام الشرعية في دين العترة الطاهرة والتي لا يفقهونها هؤلاء هؤلاء ركبت عقولهم بطريقة تأتي منسجمة مع الشذوذ الجنسي عقولهم تتماشى مع هذه الخنزيرية في التفكير مع هذه البهيمية المقرفة لماذا كل هذه العمائم لماذا كل هؤلاء المراجع يتفقون على هذه القذارة الجواب واضح لأن عقولهم قذرة لأن عقولهم وسخة هذا هو الجواب لماذا عقولهم قذرة لماذا عقولهم وسخة وديننا أصحابه أصحاب آية التطهير أصحاب النظافة والأناقة والجمال والحسن لماذا لأن دين هؤلاء لا علاقة له بدين أولئك هذا مذهب طوسي عباسي لطي نجس قذر هذه الحقيقة من الآخر كذبون كذبون ما هذه كتبهم وهذه فتاوهم نذهب إلى فاصل الكتاب الذي بين يدي المباني في شرح العروة الوثقى وهو الجزء الثاني والثلاثون من موسوعة الإمام الخوي المباني في شرح العروة الوثقى ما قرره ولده محمد تقي الخوي هذه دروس الخوي في البحث الخارج في شرح العروة الوثقى والتي قررها وضعها على الورق ولده محمد تقي الخوي ووافق الخوي على طباعتها ونشرها فحينما يصل الكلام إلى هذه المسألة هذه الطبعة الطبعة الثالثة 2007 ميلادي إنها طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوع قدس سر وما كتبه من مقدمة لتأييد ما جاء في هذا الكتاب بتأريخ خمسة جمادة الأولى ألف أربعمية وأربعة هجر قمري وهذا ختم الخوع و إمضاؤه صفحة مية أربعة وعشرين تبدأ المسألة التي قرأتها عليكم قبل قليل من كتاب العروة لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين إلى أن يقول وأما أما استمتاع بما عدا الوط من النظر واللمس بشهوة والضم والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة في الجميع يعني يعني إذا كان عقد النكاح دائما منقطعا يعني متعتان أكان في الزوجة الحرة أو في المملكة في الكبيرة أو في الصغيرة ولو في الرضيعة حديثنا عن الرضيعة ماذا يقول الخوعي فهو يذكر دليله في هذه المسألة يقول لعدم الدليل على الحرمة بل لعمومات جواز الاستمتاع بالزوجة والمملكة أي عقل سخيف هذا هذا هو الاستنباط الطوسي الوسخ القذر لو أنهم حكموا الفقه والاستنباط بقاعدة الأسوة لعلموا أن قاعدة الأسوة قاعدة حاكمة على كل الأدلة ولتهذبت فتاواهم وتشذبت أحكامهم لكنهم لا يفقهون هذا هذا فقه العطرة وهم فقههم فقه الطوسي وفقه الطوسي فقه شافعي معتزلي بامتياز لعدم الدليل على الحرمة الدليل على الحرمة أن الأئمة لا يفعلون هذا وأن الأئمة لا يقبلون هذا ولا يرتضون أن يفعل هذا هذا هو الدليل على الحرمة لأن القضية لا تحتاج إلى نصوص ملفوظة هناك أمور ترفضها الفطرة يرفضها الذوق الإنساني إذا كان إنسانيا لأن تكون هذه العقول المركبة في رؤوس آيات الله العظمى بالمستوى الخنزيري بالمستوى البهيمي أية خذارة هذه هي هذه العوزة يا بخر الإرواني التي يبقى الدين وبقائها من طيح الله حظ الدين اللي يبقى بحوزة هذه قذارتها وهذه خنزيريتها هذا كلام أنخوئي على الورق كلامه على الورق أتريدون أن تسمعوا صوته وهو يحدثكم عن هذه المسألة سأعرض لكم هذه الوثيقة من موقع دائرة المعارف الحوزوية من دروس خارج الفقه من كتاب النكاح إنها دروس البحث الخارج للخوئ بلسانه ستسمعون الخوئي وهو يتحدث عن المسألة بلسانه وهذا الدرس موجود على هذا الموقع دائرة المعارف الحوزوية خارج الفقه كتاب النكاح إنه الدرس العشرون بالضبط دقيقة سبع طعش وثمان ثواني في الدقيقة السابعة بعد العاشرة مع الثانية الثامنة إذا دخلتم إلى الدرس العشرين من دروس الخارج للخوئي في هذا الموقع في دائرة المعارف الحوزوية دقيقة سبع طعش وثمان ثواني رجاء ضعوا لنا الوثيقة على الشاشة بسم الله الرحمن الرحيم مركز الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف القسم الألكتروني موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره كتاب النكاح البحث في مساء المتفرقة عوز فأي رجل كان غير المات الممنوح والفت لبقية الاستمتاع رجاء أعيدوا بث الوثيقة مرة أخرى كي يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من الموضوع بنحو أكثر بسم الله الرحمن الرحيم مركز الإمام الحجة عجل الله عجل الله تعالى فرجه الشريف القسم الألكتروني موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره كتاب النكاح البحث في مساء المتفرقة أعوذ بالله من الشيطان العين العزيز بسم الله الرحمن الرحيم فأما طال الاختماعات من الملامتة لا التقليل للمساجعة وغيرها بل حتى التفقيد لا مانع منه فيما يكون أعكلا من خيش حتى بالنسبة إلى الرضيعة التي تردت قابل للإجتمام بأي رجل غير المت الممنوح والفضل وقت لبقية الإجتمام لا مانع منه لعدم الدليل على التحليم لجماز الإجتمام للزوجة بأي رجل وصلنا إلى السيستاني وعلى طريقته هو الأكثر خبثا الأكثر تدليسا الأكثر تلبيسا الأكثر تحريفا الأكثر تزويرا دائما بين مراجع الشيعة من الأموات والأحياء سأثبت ذلك لكم هذا هو الجزء الثالث من رسالته العملية منهاج الصالح هذه الطبعة هي الطبعة الرابعة سنة ألف وتسعمية أو ستة وتسعين ميلادي ألف أربعمية وسبعتعش هجري قمري مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله قموا المقدسة هذه الرسالة بحسب الطبعة فإنها طبعت سنة ألف وتسعمية وتسعين لكن السيستاني حينما وثقها وثقها بهذا التأريخ عشرين ذو الحجة ألف أربعمية وثلاث عشر هجري قمري فهذه الرسالة العملية وثقت من قبل السيستاني في طبعتها الأولى في العشرين من ذو الحجة ألف أربعمية وثلاث عشر للهجرة وهذه الطبعة سنة ألف أربعمية وسبع عشر للهجرة في الصفحة العاشرة المسألة الثامنة لا يجوز وطع الزوجة قبل إكمالي تسع سنين قبل إكمالي تسع سنين يعني من عمري يوم واحد إلى ما هو أقل هو أقل من تسع سنين بيوم واحد هذا هو المرات لا يجوز وطع الزوجة قبل إكمالي تسع سنين أي من رضيعة عمرها يوم واحد إلى بنت صغيرة شهوة ينقص عمرها عن السنة التاسعة بيوم واحد لا يجوز وطع الزوجة قبل إكمالي تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً منقطعاً يعني زواج المتعة وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها فهذا شامل للتي عمرها يوم واحد إلى التي عمرها ينقص عن السنة التاسعة الكاملة بيوم واحد لا يجوز وطع الزوجة قبل إكمالي تسع سنين دواماً كان النكاح أو منقطعاً وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها رأيه كرأي البقية لكنه ماذا صنع بعد ذلك في الطبعات المتأخرة من رسالته العملية حذف جزءاً من الكلام لم يلغي الفتوى هذه طريقة التدليس عند السيستاني على طول عمره يستعمل التدليس يستعمل المخاتلة يستعمل الشيطن يستعمل الدهاء على طول عمره هذه طبعة منهاج الصالحين هذا هو الجزء الثالث ألف أربعمية واحد وأربعين حجر قمر الفين وعشرين ميلادي إنها الجزء الثاني والعشرون من مجموعة الآثار الكاملة للسيستاني الجزء الثاني والعشرون من مجموعة الآثار الكاملة للسيستاني طبعة مؤسسة نور الأمير متى وثقها وأمضاها السيستاني 15 ربيع الآخر ربيع الثاني 1439 هجر قمر الرسالة العملية التي قرأتها عليكم قبل قليل متى وثقها بشكل شرعي السيستاني في العشرين منذ الحجة 1413 للهجرة وقرأت عليكم من الطبعة الرابعة لسنة 1996 ميلادي 1417 هجر قمر هذه الطبعة طبعة 1441 هجر قمر 2020 ميلادي لكنها وثقت 15 ربيع الثاني 1439 يعني ما بين 1413 إلى 1439 دخل التدليس في الرسالة العملية للسيستاني فماذا جاء في صفحة 18 المسألة الثامنة لا يجوز وطع الزوجة غير البالغة شرعان دواما كان النكاح أو منقطعا بدل التعبير الذي جاء في الطبعة السابقة لأنه انتشر في وسائل الإعلام انتشر الانتقاد بشكل واسع في المواقع الشيعية وفي المواقع الوهابية والسنية بشكل عام ما جاء مذكورا في تحرير الوسيلة الرسالة العملية للخميني من قضية تفخيذ الرضيعة هو لم يتراجع عن الفتوى وإنما غير التعابير لا يجوز وطع الزوجة غير البالغة شرعا دواما كان النكاح أو منقطعا فجعل الكلام مجملا وهذا الكلام هو هو لا يجوز وطع الزوجة قبل إكمال تسع سنين لم يشر إلى التسع سنين لا يجوز وطع الزوجة غير البالغة شرعا دواما كان النكاح أو منقطعا وهذه العبارة حذفها وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم والتفخيذ فلا بأس بها هو لم يتراجع عن الفتوى لأن الأدلة الطوسية لا تسمح له بذلك ما قرأته عليكم من أدلة أستاذه الخوئي عدم الدليل على الحرمة والعمومات من الآيات والروايات التي تفسح المجال للزوج أن يستمتع بزوجته قلت لكم قاعدة الأسوة تتعارض مع هذا المنطق لكن السستاني على الرأي نفسه إلا أنه استعمل في الطبعات الأخيرة من رسالته العملية أسلوب التدليس وأسلوب المخاتلة وهذا هو الذي نعرفه عن السستاني وعن طبيعته وحياته الشيطانية التي كلها تلبيس وتدليس هذه العقول التي تهيمن عليها الذائقة الخنزيرية القذرة والتي تنتج لنا هذه الفتاوى لو كانت هذه الفتوى صدرت من شخص واحد يمكننا أن نجد لها مبررا أما أن يجتمع الجميع عليها فليس هناك من مبرر إنها الذائقة الخنزيرية والمستوى البهيمي في التفكير الفقهي فهل فقه العترة هو هكذا فقه خنزيري وذائقته ذائقة بهيمية هذا هو فقه النواصب هذا فقه الأعراب هذا فقه أعداء العترة الطاهرة هذا فقه المذهب الطوسي القذر النجس لذا لن نجد سببا لاستغرابنا حينما نقرأ فتوى الخوئي والتي قرأتها وحدثتكم عنها في الحلقات المتقدمة في أيام شهر رمضان إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات وهذه الطبعة الأولى ألف أربعمية واحد وثلاثين هجري قمري طبعة دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها في الصفحة الثانية والأربعين بعد المائتين السؤال المرقم بالرقم الثاني والعشرين بعد السبعمائة سؤال سبعمية واثنين وعشرين يوجه للخوئي يجيب عليه الخوئي ويقره السستاني لأن السستاني أقر مقلدين الخوئي على أن يعمل بفتاوى الخوئي وأيضا وافقه مرجع ثالث وهو أجواد التبريز من تلامذة الخوئي هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر ومن المرأة لعورة أخرى لمجرد اللعب والمزاح مع فرض عدم إثارة الشهوة الخوئي لا يحرم في الفرض بحسب ما هو في السؤال والله العالم السستاني أقر مقلدين الخوئي على العمل بهذه الفتوى التبريز يحرم مع الشهوة والتلذذ أو كان في البين مهانة لكن بالنتيجة إذا كان من وراء الثوب ولللعب فقط للمزاح فقط فلا إشكال في ذلك فالرجال يلعبون بعورات الرجال الآخرين والنساء يلعبن بعورات النساء الأخريات مدللين الشيعة اشتردون بعد هذا الذوق هو هو هذا أهون من قذارة لمس الرضيعة بشهوة وتفخيذها والله لا أدري هل هذه أقذر أم تلك أقذر تلك أقذر من هذه من جهة وهذه أقذر من تلك من جهة أخرى ما هو هذا الذي ينتجه لنا مراجعنا يا باقر الإيرواني أبو صادق حبيبي هي هي حاوستك من طيح الله حاوستك هذه هي حاوستك اللي الدين يبقى ببقاء الحوزات وإحنا نجيب المرجع الأعلى الأضراط هما ذول المراجع الأعلى من طيعة الله عظك وعظ المرجع الأعلى وياك الأمر هو مع الفتوى الثانية التي حدثتكم عنها صادق الروحاني محمد صادق الروحاني يفتي بأنه يجوز للزوجة أن تدخل ما تدخل في دبر زوجها أثناء المداعبة إنه اللواط الصناعي لا ندري أي الفتاوى أقدر فتوى لمس الرضيعة بشهوة وتفخيذها أن فتوى اللعب بالعورات أن فتوى اللواط الصناعي أن فتوى التلقيح الصناعي فتوى السستاني وولده محمد رضا غريب هذا المذهب إنه مذهب القذارة التلقيح الصناعي ينتج لنا أبناء الزنا ماذا يقول السستاني نأتي بمني رجل أجنبي لا علاقة له بالمرأة ربما نأتي بمني هذا الرجل من أفريقيا أو من الهند أو من أوروبا من أي مكان تلقى تلقح بويضة المرأة بهذا المني حينما يولد الولد هذا الولد لا يكون ابنا لزوجها بحسب فتاوى السستاني وإنما هو ابن لصاحب المني ولذا فإنه لا يرث زوج المرأة التي أنجبته من مني الرجل الأجنبي لا يرث زوجها والزوج لا يرثه وإنما يرث صاحب المني وصاحب المني يرث على أي أساس الأساس واضح لأن الولد يكون ابنا لصاحب المني وصاحب المني جاء بمنيه ووضعوه في رحم هذه المرأة عبر أنبوب الاختبار فزوج هذه المرأة لو أنه تزوج امرأة ثانية وأنجبت زوجته الثانية بنتا يحق لهذا الولد أن يتزوج منها لأنه ما هو بولده فهذه البنت ما هي بأخته أنا أسأل أسألكم بالله عليكم ابن الزنا كيف يكون هل لونه برتقالي مثلا بنفسجي مخطط بالخطوط البيضاء أليس هذا مصداق من مصادق أبناء الزنا لماذا نستغرب أن تستخرج هذه العقول القذرة مثل هذه الفتاوى هذه عقول هيمن عليها المذاق الخنزيري هيمن عليها مذاق الشذوذ الجنسي هذه الحقائق بين أيديكم أنا لا أحدثكم عن شيء افتراه أحد عليهم هذه كتبهم وهذه فتاواهم وكذبوني لو استطعتهم لا تستطيعون أن تكذب حرفا واحدا من الذي قلته هذه كتبهم وفتاواهم وقت الحلقة انتهى هناك العديد من المطالب سأعرضها لكم يوم غدا لكنني في آخر المطاف أتوجه بالكلام إلى باقر الإيرواني وأقول له هي هذه حوزتك التي تتحدث عنها من أن الدين يبقى ببقاء الحوزات ومن أن الذي يريد القضاء على الدين يقضي على هذه الحوزات الدين باق برغم أنفك ورغم آناف مراجعك الذين يسيطر عليهم المذاق الخنزيري يسيطر عليهم فكر الشذوذ الجنسي الدين باق بإمام زماننا الدين باق بولاية محمد وآل محمد لا بهذه القذارات ولا بهؤلاء الذين يصدرون لنا هذه الفتاوى النجسة القذرة وينسبونها كذبا إلى فقه العترة الطاهرة فقه العترة الطاهرة بريء بريء من كل هذه القذارات وأعود إليكم يا شباب الشيعة أخاطب أبنائي وبناتي وأخوتي وأخواتي الذين يبحثون عن الحقيقة مثل ما قلت لكم هذه الحلقات حلقات الحديث عن الخمس اجعلوها نقطة دالة إما أن تضعوا علي خطين متقاطعين وإما أن تضعوا خطين متقاطعين على المذهب الطوسي طريقة سهلة وواضحة لمعرفة الحقيقة شكراً للمشاهدة للمشاهدة